في العراق أطلق جهاز الأمن الوطني والشرطة المجتمعية حملة لمكافحة الابتزاز الإلكتروني في ظل دعوات لتشريع قانون خاص لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتقول الجهات الأمنية أن حصيلة جرائم الابتزاز الإلكتروني خلال العام الجاري وصلت إلى المئات جهاز الأمن الوطني أطلق حملة أمنية لمكافحة الابتزاز الإلكتروني بهدف دعم المتعرضات للابتزاز فضلا عن تدريبهن على طرق الدفاع والمواجهة كما تضمنت الحملة تقديم النصح والإرشادات القانونية والأمنية والفنية اللازمة الأمن الوطني أكد استهداف نحو ثمانية آلاف طالبة فيما تقول الشرطة المجتمعية إن الحملة على مستوى عال من الجدية لمحاربة الابتزاز والتصدي للمبتزين فضلا عن التوعية بشأنه على مختلف الصعود كان لصقل المهارات للعصر النسوي في وزارة الداخلية وتبوء الضابطات في مناصب مهمة وإيضا المنتسبات في عملية التحقيق مع ضحايا الابتزاز الإلكتروني نموذجا وفي الشرطة المجتمعية بالأخص كان للمرة العراقية أيضا دور كبير من خلال عملية التوعية والتثقيف باستهداف كافة شراح المجتمع ومن ضمنها الشريحة التي تعنى بالتثقيف على جرائم الابتزاز الإلكتروني غياب قانون متخصص بمكافحة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني يعقد عمليات الملاحق القانونية للمبتزين ما دفع السلطات الأمنية لأعتماد قانون العقوبات العراقي المشرع عام 1969 لتنفيذ عمليات المتابعة والاعتقال كما ذهبت المحاكم باتجاه تكييف المواد القانونية لمكافحة الظاهرة في وقت تتصاعد فيه المطالب بتشريع قانون خاص يستجيب للمشاكل التي تواجه المجتمع العراقي القانون بات ملحن ممكن أن يتقدم مشروع قانون في هذا الاتجاه من أجل مواكبة التطور العالم في ما يحدث في مواقع التواصل الاجتماعي يضع خبراء التقنية ومسؤولو فرق مكافحة الابتزاز الإلكتروني عدة حلول لتجنب الوقوع فيه من بينها المعرفة البسيطة على الأقل بتقنيات استخدام الهواتف وتأمين الحسابات كل ثلاثة أشهر والابتعاد عن إرسال الصور ومقاطع الفيديو لأي كان بجانب الانخراط في دورات توعوية لتكوين صورة كاملة عن أخطار الابتزاز الإلكتروني وكيفية حدوثه في حصيلة النصف سنوية لقى جهاز لمن الوطني القبض على أكثر من 500 مبتز بالجرم المشهود فيما عالجت الشرطة المجتمعية عام 2023 أكثر من ثلاثة أضعاف هذا العدد متورطين بهذه العمليات التي تؤدي مساوئها إلى الانتحار والطلاق من بغداد سرمد القاص الحرة